طيب إحقاقا للحق المسلمون الآن في بريطانيا تحدثون عن أنهم يعاملون بشكل جيد جدا وأن لديهم حرية في ممارسة الشعائر الإسلامية داخل بريطانيا كيف ترى هذا الأمر؟ بريطانيا بصورة عامة ربما في داخلها أفضل من غيرها يعني المسلمون في داخل بريطانيا أفضل من كثير ليس أكثر من كل الدول الأوروبية أفضل من كثير من الدول الأوروبية نعم المسلمون حالهم هناك بحسب ما نسمعه من أصحابنا أفضل حالة من غيرهم لماذا؟ بريطانيا كما تعرف أخي الكريم احتلت كثيرا من البلدان كان يقال عنها المملكة التي لا تغيب عنها الشمس بمعنى إذا غابت الشمس في بريطانيا تكون مشرقة في أستراليا مثلا التي لا تزال إلى أن خاضع لتاجها فبسبب كثرة دخولها إلى البلدان انتشرت لغتها واللغة الإنجليزية أكثر لغة خدمت خارجيا العربي أكثر لغة خدمت داخليا ألفت فيها المؤلفات وستنبطت منها العلوم وصارت لغة عظيمة اللغة الإنجليزية أكثر لغة خدمت خارجيا بمعنى نشرت أكثر من اهتمامهم بقواعدها وإلى آخرها فبسبب كثرة الناطقين بالإنجليزية جاءوا وفدوا إلى بريطانيا وسكنوا في بريطانيا فكثرت فيها القوميات فتجدوا فيها الأفارقة وتجدوا فيها الهنود وتجدوا فيها العرب وتجدوا فيها من كثيرة من وإذن قوميات كثيرة فيها الديانات كثيرة فيها فيها هندوس كثير لأن الهند تتكلم الإنجليزية كلغة رسمية نعم واللغة رسمية على فكرة هي ليست اللغة الهندية البريطانية هي general language اللغة الرسمية يعني وكثير توجد أكثر من 200 أو 300 لغة في الهند لكن اللغة الرسمية هي الإنجليزية كثالك في بعض الدول كينيا نيجيريا فيها لغات قديمة والإنجليزية هي الرسمية واضح أخي؟ يعني في المراسلات الحكومية في الهند بالإنجليزية نعم أنا ذهبت إلى الهند مرتين اللغة الرسمية الإنجليزية والتي تدرس في المدارس لأن الهند أحيانا مدينة واحدة فيها ربما 20 أو 30 لغة يعني تجد العملة الهندية عندما مثلا مكتوب 100 ربية تكتب في الخلف ربما ب30 أو 40 لغة 100 ربية 100 ربية كذا كذا بما فيها لغة ثانية أو ثلاثة بحروف عربية كلغة البشتو والأوردو لغات بحروف عربية يعني على يتيحال حتى لو نطيل الكلام فاضطرت بريطانيا بسبب كثرة القوميات وكثرة العراق وكثرة الديانات التي هاجرت إليها وسكنت أرضها أن تعاملهم جميعا سواسية لا يمكن أن تؤذي المسلمين وطبعا هم العرق الموجود الإنجليزي واللغة الإنجليزية لا يمكن أن تعامل المسلمين معاملة خاصة رديئة ضعيفة بينما تتعامل مع الهنود ومع الأفارقة ومع العرق الآسيوي بمعاملة أخرى فاضطرت أن تعامل الجميع بالديمقراطية فكان المسلمون لهم الحظ من ذلك وإلا هو ليس حبا بالسلام شكرا